السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هالأخبار اللي يولينا كان في قوة وكان تصدمنا بوفاة غير الشابات غير النساء كيفما كان قولوا غير العيالات ومالي ولو كيموسو. ومشي كيموسو كيكونو مقتولاز. واش هادا مخطط له? او صدفة? او شي حد اللي باغي يقوم بالمشاكل في الوسط ديال النساء باش ينوض يخرج يقولي نحقا احنا يكوننا كنعرفو لها كنعرفو لها كنديرو هادشي راها هادشي راكتر بزاف. كتر بزاف. وله في تسلسل. وكلنا نرى منشي هادا اللي احنا بغي نحترجع ليموتو لادراري لا 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 غير هي القضية ولينا كنشوفوها غير عند العيالات اللي كي تقتلهم. البنات صغر. اليوم طلعتنا القضية ديالسيدة اللي لقوها في واحد الارض كبيرة اللي هي كتنتد من واحد المساحة الى مساحة اخرى. وفي هاد المساحات كلهم قالوا بان راها تجهيزة اه مبيوعة لبعض الناس اللي كينين في الخارج وكاللي يشيروا وكاللي ما اللي مبناش وكاللي هادا. ولكن انا ما كنظنش ان هادك التجهيز كامل او ارض ما نقولوش تجهيز لان بينا ما مجهزاش. اه هادك الارض كاملة انها مبيوعة. وما لها ما كينينش. صبحت هاد السيدة مليوحة فيها وطيحة على كرشها ومنفوخة لان هادا كيبيا ان هاد السيدة را ميتة يومين هادي او تلسيام. على حسب الناس اللي شافوها ومختصين في الجرائم اللي كيكتشفوها. جت السلطات بعد ما بلغوا عليهم بالنار كين واحد رائحة كريهة. وجاوا السلطات وهزوا هديك السيدة اللي هي اه سيدة في الاربعين. هاد السيدة متشريدة والقتل مأودي لها في هاد الارض هادي اللي لهاد الارض اكيد ومؤكد ان هاد الناس اللي كيعرفوا هاد السيدة ولي كيتساموا معه ولي يجلسوا معها منهم شباب ومنهم شابات ومنهم اطفال صغار يعني في سن معين وفيهم احتى الناس كبار اللي اه شدين هادك الارض وحافرينها وديرينها بحل ممرات ومأودي لهم اللي كيتسامروا فيه وكي نعسوا فيه وكي يخبيوا فيه شحل من حاجة هاد السيدة لقوها على اساس محيد اللي يحويجها الداخلية ونعسى على كرشا يعني مفتعل بها فعل وفعل بفعل فاعل واكيد السلطات غد يتوصل هاد لانه غد يكون من الوسط اللي هي كتقلس فيه وكتقلس معهم هاد السيدة الله رحمه مسكينة لقات هاد الارض مأوى لها هي كتبيع وكتشري باش كتقوت في حدود مبلغ بسيط جدا اللي ممكن تلموا واشتبعوا لما تبيعوش لانه عبارة على قراعي على اشي اقديمة لانه كينين بعض الناس لكي يكونوا تيدروا تقلبوا ولا شي حاجة بغينها يعني مطحش على بالك انه انه غد يدروا بها شي حاجة اللي غد يطلعها مثلا عندهم غي يختارعوها وانما منك يبقوا يضروف الجطية كاز بقى تشوف شي حويج ما شي اللي بيع هاد السيدة من هاد الناس اللي كاز بيعت شي واتخدس هاد الارض مأوى ديالها لان السلطات والجمعيات والخيريات سدوا بابهم وعينيهم ويدهم وما بقوش بغاو يساعدهم اماكن يسكنوا فيها بحال الناس المتشردين عامل شي قاع الناس عندهم عائلات لكن الناس عندهم عائلات ولاحوا ولادهم وكبروا ولادهم في الزنقة واللي كبر في الزنقة هو اللي كيعرفت شي اللي كبر في الزنقة هو اللي كيعرف قصص كبيرة وهاد الناس اللي كبروا في الزنقة منهم هاد السيدة اكيد انها كتقلس مع واحد المجموعة ديال الناس اللي طاري لهم نفس المشكل ديالها وتي تصامروا بالليل او بالنهار في الصيف او في البرد وكي ياخدوا دوك الحفر كيحفروهم يعني كيحفروهم بيدهم وتي قلسوا فيهم بش كيتلموا فيهم وكي سخنوا فيهم وكيعودوا حكاياتهم وكي يبكيوا اللي كيبكيوا وكيشكيوا اللي كيشكيوا اللي كي يعود اللي كيعود وكلو حتى يعود قصوهم من المومين ودفين مع بعضهم كيكونوا اسرة في الماضي ديالهم وفي مأساة ديالهم وأكيد بعد ما كينوضوا من هديك الحكايات وكيتعاودوا مع بعضياتهم أكيد أكيد ومؤكد أنهم كيغلب عليهم الشراب وكيقول لي ويبغيوا ظروف بعضياتهم سواء بالعصاص سواء بالفساد سواء بأي حاجة كانت وطبعا طبعا هذا ما صار مع هاد السيدة هدي لما يقال بعد ما يقلسوا أيام ويقلبوا على بعضياتهم ويغيروا الأماكن وأيام كيكونوا متربصين للناس المارة اللي يمشون في هذك الأرض اللي هي كيقطعوها الناس من مكان إلى مكان باش يوصلوا ليه ومقطوعها حتى من الضو ومقطوعها حتى من الحس دي البشر ومقطوعها حتى من الأمان ومقطوعها حتى من مراقبة الأمن ومراقبة منفروض هاد الأماكن هي اللي يمشي فيها الشرطة بالسيارات أو بالعودان أو بالدراجات اللي يقلبوا ويشدوا هاد الناس ولكن السلطات ما كيقوموش بهاد شي لأن ما عندهمش فين يديهم الكومساريات عمرو الحبس عمر الناس ما دينين لا بيديهم لا برجلهم بالعكس كيدفعوهم باش يديروا باش عادي يديهم حتى ولو يشدوهم تيقولوا ما درتوا ولمهم تعمروا وليهم بلان وكيقولوا لهم سيروا لأن ما دينين هاد الامر هذا خطير جدا وهي النتيجة دياله النتيجة وراء السلطات وراء هاد المقدم اللي كيجيب تبرقيقات ديال السيدة لو غدت جوج وما كيبغيش يعطيها شاهدات الخطوبة وما كيجيبش تبرقيقات ديال المرأة عندها 40 سنة عايشة في الزنقة ومعها شماكرية اخرين وما كيفكرش بلا واحد النهار غادي ينوضوا هادوك الناس او ناس خرين غادي يجيوا وغادي يقتلوا هادوك السيدة او غايقتلوا هادوك السيدة وغا تكون جريمة قتلت اما ما تيفكرش فيها تيفكر هو غير السيدة اللي جاينا فدارهم وبغا تخطب وبغا تجوجو وكيعكس ليهو تيقول لها سيلي تالغدة وجيبي مموك وجيبي قوك وشيبش غا نعرفك انا ما كنتش مخطوبة وديك النهار عرس شكون هادا كديكان وشي تكلى بسا جلابا بيضا وديزا من هنا وما كيعطي لك الشهادة حتى كينشفا ولكن ما عندوش الجرأة باش يمشي يقلب دوك القنات اللي خاوين اللي فيهم أسرار كتر من شاهدة العزوضة او كتر من تبرقيقة ديالا را كانت حفلو كنتي لبسا جلابا بيضا هاد الشيخ ولا القيد اللي كيقولوا اللي مقدم سيرقلب علاش ميكيقولوش لي علاش ميش بتيوالو كيمشي يقلب على الناس اللي كيبيعوه وشيري وعندهم ديورهم وكيعاونو بروسهم باش يمشي وخلصوا الكرو باش يقرر وليداتهم كيمشي هو كيجيب تبرقيقة للقيد والشيخ وتييقوليه فلان را كيبيعو دير فراشة ودير هذا وكيحقر عليه باش هو ياخد منه الفلوس ويسكت القيد عليه علاش السلطات ما تديرش واحد الدوريات اللي كتبقى الدور وكتجمع عدوك الدراري علاش الجامعيات مينضوش ويتكلموا على هاد الناس هادو اللي كي متشردين ومكسيين بالبرد ديال 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 شارع سماكساهم من الفوق والبرد وطراب كتاهم من التحت فراشهم من التحت علاش ما ينضوش يقلبوا هادو الجامعيات ويتجمعوا هاد الناس ويرا كيش حال من واحد غادي يعاونهم لو سواء من برا سواء من الداخل والمحسنين كتار كتار ما شاء الله في المغرب يلا درتيغي صفارة وقلتي هاد الناس هادو را همحتاجين للبيت الف ريال والاربعين الف ريال ديال ديال دار وفيها مجموعة ديال الناس اللي هما يكونوا دراري متشردين ومعهم حتى العيالات متشردين ويقوموا بالواجب معهم ويتبنوهم راح يتكينين مدارس وكينين مأوى بحال هكا كيشدوا البنات وكي يعطيوهم تيكونوا امهات وكيتبنو هادوك الدراري كي يعطوهم دار وكي يعطوهم وكي تعيش معها مش مشرطة انها تكون متشردة وانما كهية تتقوم بها الدور ولكن الجمعيات كيمشيوا المغتصابين كيش يرجعوا لاغتصاب ديال اطفال شوفوا الى كينش اغتصاب ديال شي دري صغير وفي شي واحد تيقول كذا بيدوفيل وهذا دار وهذا مش وكيش بدول لك الماضي وكيعرفو هش كان كيدير وانه مريد نفسي وانه هذا وانه هذا ولكن ما كيدعموش هاد الناس اللي متشردين لانه منهم تيخرج داك الشي اللي بغو وما يكون علاش حيث كيتسنوه يتفعل يتفعل وباش يتبنوه اما لكن على واش كانو يدور بالخفيف ويدور انه ما مطورش ما كي يتبنوه وما كي يديوهاش فيه وما كيحطوهش بعيد الاعتبار انه ورا ملف من الملفات اللي جاي خطيرة جدا هاد السيدة كتبيعو كتشري ودك الشي اللي كتبيعو كتشري كتاكل بيه وما عندهاش باش تسكن ما عندهاش فين تسكن لا باش تسكن ولا فين تسكن ومنيني مشات لديك الحفرة واحد من هادوك اللي كي دوروا معاها اللي نفس المأساة معاهم هي فيها هو اللي دار لها الفعلة واكيد ما غديش ما غديش السلطات تخليها او لما تشدوش هما اللي كيعارفو كيفاش يبحتو كيعارفو منيني يشدو الخيط لكن احنا خطنا نعارفو ونطرحو سؤال وتسنو الجواب علاش هاد الموت كترات علاش هاد القتل كتر علاش هاد الناس جهلو المغرب المغرب اللي كان كتسمع فيه ايه كينين جرائم ولكن جرائم بهذا 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 الكترة والجرائم بهذا النوعية والجرائم بهذا الحبكة والجرائم بهذا الترتيب را احنا ما غديش نقوله بحل ناس خرين لا را عند علاقة بهادي معها باش نبدو نغير نبدو دوين خوين وإنما الوقت الوقت كتجيب الصدفة ديال الحوادث اللي كتقوم بها الجريمة بنفسها والنوعية ديال الجريمة كتكون كلها مرتبطة بحاجة وحدة انهم هاد المسؤولين كانوا كيبانون منعلى 4 سنين تبا تيبانون منعلى 5 سنين هاد المسؤولين منعسين حتى ولو تقوم اه يعني انتخابات مرة جاية بغا يمشيوش لهاديك الأرض غادي يشوفو شنو فيها او لا غادي يجهزوها بشي يخدوها ماليها او يطالبو الناس ديالي يقولون هم اجيو تشوفو هاد الناس يمكن شاريين الأرض غيها كوكع شوائية لان بينما مجهز والغريب في الأمر الأخطر هو ثلاثات المدارس من ثلاثين هديك الأرض يعني حتى التلاميذ اللي كيدوزو للمدرسة هاد أكيد غايدوزو من ثم ومن غايدوزو أكيد غايت كريسة وأكيد غايت ضربو أكيد غايت غايت ترقلهم تليفونات أكيد اليوم عنا الدرس صغر كلهم عندهم تليفونات أكيد غادي تخطفو أكيد غايت تتصبو إلا كان هاد هاد السيدة ترليها هاد شي يعني أن الحرب ناضس ما بينات مالقاو شكون يقريسي ولا شكون يغتصبو ولا شكون وشكون وشكون اكيد غدي ضروف هديك السيد هاللي معهم 40 سنة رمشي سهلة يلي عمرها 40 سنة شحال من عامو هي في الشارع ناسا والدليل انها هي مو الدليل انها معنداش فين تسكنك يقولنا وكادت مشي تتبيع وكادتشري وكادتاكل من ذوك الفليسات ومخبي يوم تحت منها واللي طراليها طراليها علاش من الناس اللي قراب لها مخديش يجي شي واحد غير هاكك بوحده وديز في طرقه ويقولنا انا غنشد هدي السيدة لا هديك اللي دار هدك شي يعني منلف ومسيطر على ديك الارض وعلى ديك المنطقة وكيخافوا منه الناس وحتى هي بدورها خايفة منه يمكن رفضاتس باش تستسلم ليه لكن مع العلم انه بعد ما شدها ودار لي هديك الحالة اكيد قالها غدين ديلك وغدين فعلك وغدين قتلك وغدين ديلك وصار فيها اللي صار اما باش ينوضوا الناس يقولوا مقطعا ومقردارا ما كينش هدش شي اخس الانسان تكون عنده قانوة يخرج بمصداقية فيه يتكلم يتكلم ماشي ما جينيش المشاهدات وانما نتكلم نوصل الصوت ديها لي فين كما الجمعيات فين كما الخيريات علش سديتوا بيبانكم الخيريات علش سديتوا بيبانكم والجمعيات علش كتقلبوا على ملفات اللي كتشدوها غدين درير الصغر وكتبقوا وتحاربوا انتوما والناس اللي ظالمين والناس اللي مضلومين علش حسب انتوما فين شتوا عندكم الربحة سواء مع الظالم ولا المظلم علش كتقلبوا على ملف واحد كتلاهتو عليه وكتاخدوه اللي هو ملف الغتيصاب والبيدوفيل علش مكتقربوش للناس اللي في شارع وتشوفوا الحكايات ديالهم ركينا الام اللي ماتت والاب تزوج ومرت الاب شردات الولاد مفروض السلطات تفرض عليها هادك الولد ولا ديك البنت يتقول لها هادون هلقهم في شارع غدي تخلص انت ومرتك لانه هاد البنت ولها هاد الولد كانوا في هاد دار مع امهم وبهم من ينجيتين تخرجوا اي حاجة صارت لي هم انت المسؤولة كين بعد الناس اللي شتتهم زمن اطلاق مفروض هاد داري ضحايا اطلاق يال ام يتحمل المسؤوليات ديالهم يالاب يتحمل المسؤوليات ديالهم المخزن اللي يخصوا لازم يفرق مبينتهم البنات يتاخدهم الام والولاد ياخدهم الاب ويكون واحد الحل الواسط اما هاد الشي راكسر وكسر بززاف مشي بشوية وما كي يبشرش بالخير وطبعا راحنا كما غاربة غنقدروا نسيطروا على هاد شي وما غديش نخليواه بالتضامن ديالنا وبالنداء ديالنا للسلطات هم لخصوم يقوموا بعد شي هاد الناس هاد اللي كينتخبوا اللي هم ساوا انجحوا واللي ما انجحوش اللي انجحو راش الدول بلايس احنا كنهضروا اللي اللي ما انجحوش خصوم يخدموا من دابة من دابة خصوم يخدموا باش نهار جيوا انتخابات يكونوا الناس عارفينهم مشي حتى تجي الحملة وعادة يخرجوا يجيبوا ديك اربع عالف ريال ويجيبوا ديك طبال يحطوهم فيهم الحلوة ودوك القياطة ان يدخلوا فيهم الناس ودوك الخيطة باس في الميكرو وكي بدوا يعودوا لعباد الله باش يقولوا حقه احنا را غادي نديروا لكم خصكم تديروا باش الناس تنتخب عليكم كنتمنا تكونوا عيتوا بالشي اللي كيصير وتكونوا متحدين وتوقفوا اشتركوا في القناة